ننتقل الآن إلى جنوب لبنان ومعنا هناك من هناك مراسلنا محمود شكروا نتحدث الآن عن يعني وفقا للعواجل التي تظهر تباعا ذوي صفارات الانذار في الجليل على شمال إسرائيل وفقا للجيش الإسرائيلي وأيضا إعلام إسرائيل يتحدث عن سماع ذوي انفجارات عنيفة في محيط قاعدة ميرون الإسرائيلية وقبل ذلك كما ذكرنا بأن عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة ميرون الإسرائيلية محمود أي تفاصيل جديدة؟ هذا الذي جرى عشرات من الصواريخ تقريبا نتحدث عن راجم من 30 صاروخا انطلقت من جنوب لبنان وتعديدا من القطاع الأنفط باتجاه قاعدة ميرون وكان المفارقة إلى أن هذه الصواريخ سقطت مباشرة في الداخل الإسرائيلي من دون تفعيل القبة الحديدية بمعنى تبسيط إلى أن الصواريخ الاعتراضية التي كنا نشاهدها في المرات الماضية هي لم تخرج لعملية تفجير هذه الراجمة إن كان فوق الحدود اللبنانية هنا عند تماس الجبهة وكانت المفارقة الثانية إلى أن هذه الراجمة أتت أيضا بعد يوم هو ليس تاحن بمصعوده العسكري الميداني على الأرض كما في الأيام السابقة وأتت أيضا باتجاه قاعدة ميرون هي من ذوات الأهداف السمينة عند حفظ الله باتجاه هذه القاعدة عندما نتحدث عن راجمة فوق 30 صاروخ بالنوع الجبهة أو باتجاه مقر قيادة القوات الجبهة فهذا يدلل على أن لإرسال هذه الصواريخ أبعاد على المستويين إما العسكري من الجهة وأيضا الجهة الثانية السياسة ننتظر بطبيعة الحال هنا على الطباء أيضا الآن السيران الحربي يكون بعمليات تمشيط فوق المنطقة بحين تجلنا سقوط قضيفة من مركبة بلدة جارود وتحديدا في القطاع الأوض بالطبع محمود جزيل الشكر لك حتى الآن سنعود إليك بالطبع في حال ورود أي جديد إذن على ما يبدو بأن هناك أيضا غارات إسرائيلية وفقا لمعلومات تردنا الآن على الجنوب اللبناني وأيضا كما ذكرنا بأن انطلاق عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل وقاعدة ميرون تحديدا من جنوبي لبنان وسمع دوي انفجارات عنيفة في محيط هذه القاعدة الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر